لازم نقول إن الشخص البسباص مش بينفع معاه فكرة هل ترضى الكلام ده لأختك فلازم يحصل له تغيير قلبي عشان قلبه يتملي بكراهية إن هو يبقى إنسان بسباص لازم نكوه لازم يمتلي قلبه إن هو إيه التفاهة دي إيه الاحتقار إن أنا بحتقره لنفسي ده إيه الشيء الرزيل اللي أنا بعمله كده وعشان كده لما الزوجة بتقرر تقول للناس وتشتكي ليهم من زوجها اللي عينه وزيغة بيحصل حاجة من التلاتة دي إن هو يتبجح يتبجح يعني إيه يصل إلى الاستبياع بقى أنا كده أو ينافق يخفي ده عنه وعن الناس وأول ما يلتفت ممكن يعمل حاجات أسوأ بكتير من كده أو يعيش معاه كأنه إنسان بلا روح أنا بتكلم بجد أصلا إحنا مش جديد نتكلم في حياتنا نتكلم في حاجات ما لقاش ده وبالخبرة العملية إحنا بنقول إيه اللي بيحصل بالفعل لأن الشخص ساعات لما بيحصل كده بيحس إنه مش عايش عارفي ليه؟ لأنه عامل زي المدمن أدماً ده وبسبب الخوف الاجتماعي يسيب الحكاية دي وبعدها يفقد إيه؟ يفقد السيطرة خالص ويتغير نمط تدينه ويتغير نمط حياته ويصبح شخص متفلت أو ينفجر وبعد ما كان إنسان عهادي يصبح عصبي طيب إحنا اتكلمنا كتير على الزوج ده البسباص وابوعين زيغة وكمان ما عفناش إن دوت كمان ممكن يكون في بعض الزوجات وإلا فقولي الزوج الصيادة دي عن نعمل فيها إيه؟ طيب نعمل إيه عشان نخلص من ده؟ أول حاجة شريك الحياة وخاصة بمعتبار إن الصفة دي كتير في الرجالة شريك الحياة ونضرب مثال بالزوجة عليها إن هي تستعين بالله اللي تخرج من زوجها أفضل ما فيه تبحث عن الصفات الحسنة اللي فيه وتشغله بإنه هي استثمر هذه الصفات الحسنة يعني بدل ما هو بيضيع وقته وبيأخذ وقته كله بينزل للستات ويدور عليهم لأنه على فكرة بالمناسبة يعني عشان بس ما نبقاش كمان بناخفى للواقع اللي عندنا في الغالب الشخص اللي بيسباصل ببص على الستات عيكون عنده كمان شيء أسوأ من كده وهو المشاهدات اللي ممكن تصل إلى المشاهدات الإباحية لأنه بيتدرج أنه يبص على جمال الستات وأشكالهم وبعدين ينتقل بعد ذلك إلى مشاهدة الأشياء الإباحية يبقى على الزوجة أنه لازم تمنى الفراغ اللي عنده دوت بأنه يحس أنه غالي يعني لازم تحسسه أنه غالي عند ربنا ما ينفعش أن عمره كله يضيع في التفاهات دي ويضيع وهو بيحتقر عينه أنه هي نعمة من ربنا ولازم تسمعوا الكلام الحسن عنه لأن كل ما زودنا الصفات الحسن عنه كل ما إيه كل ما حصل قانون إيه أنا بسميه قانون الإزاح إن الحسنات يذهبنا السيئات ساعتها قانون الإزاح ده عيغيره كثير من الناس بيعملوا الكلام ده عن إحساس بالضياع وإحساس بأنه عايز يملأ حياته بحاجة تسعده وهو مش عارف فإذا قدر يشوف صفة من صفاته ممكن تجيب له نجاح ممكن تجيب له سعادة مش هيبقى فاضل ده ولذلك كمان الزوجة لازم كمان إنها تعبر لزوجها على إنها على استعداد إنها تسعده في التخلص من هذه الصفة وتصبح صديقة دي وتعيش معاه وتخلصه من التراكمات الماضي اللي هو كان عايش فيها وآخر حاجة أنا ممكن أقولها كمان في هذا السياق إن الشخص لازم يكون عنده بشكل أو بآخر باب من أبواب الاتصال الروحي الترقية الروحية لإن كتير من الأحيين ترك المساحة للنفس تملأ حياتك بالصور مش هتلاقي حاجة تملأ الفراغ ده إلا أن أنت تملأ حياتك بالمعاني بالمعاني الراقية تحس كده إن أنت بتتغزة والغذاء الروح ده بيطرد كل الكلام ده فكل ما تيجي تفتكر إيه علاء إيه يساوي إحساسك بالقرب من الله ولا بالسكينة في حضرة مولاك ولا إن أنت حاسس إن أنت مطمئن لذكر الله إيه يساوي كل الجمال ده من رؤية جسد امرأة ولا رؤية أي شيء ممكن يوصلك إلى قمة الشهوة فتستبدل الشهوة بنعمة الوصل بالله سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا من أهل الإعانة عشان نساعد شركاء حياتنا ونكون معاهم على قدم الإخلاص ونكون عولا لهم على أنفسهم وكل الأدران وكل الأوحال وكل الحجب اللي على القلوب تنكشف ونرى المحبوب سبحانه وتعالى بجماله يا رب جملنا دايما بالنظر إلى جمالك ويلفت نظرنا عن كل جمال لا يوصلنا إلى جمالك يا رب العالمين